السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا شباب سيكون طيب معكم صالح و بز حلقة جديدة من لعبة راكو في ايجيز 2 ما ادري الحلقة كم هذه من كثرة الحلقات ولا ضيعة ما ادتذكر لكن قاعدين نلعب الكمبين ستوري اللي هو تختيم للعبة هذي اذا مفاتت كل حلقات اللي قبل اه توقع اني بحطها هنا ان شاء الله اني ما انسى الغطرام تتعجب اللي هنا وتابع الحلقات خلونا نشو انو وصلنا الحين توقع انو وصلنا عند مكان في اهرامات او حاجة زي كذا اه لحظة انا ما تذكرني هنا يا شباب اي الا الا توقع توقع انو وصلنا المكان هذا ايجيبت وصلنا عند ايجيبت وعندنا مرحلة وور اللي هي نورمل خلونا نشوف السينماتيك هذي اه 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 ا اوكي بنواجه رمسيس ما ادري وش الكورة حقته ما ادري وش الماب ولا ادري وش بيستخدم من فخاخ فان شاء الله اننا معنا كورة جديدة حنا عشان نقدر نتفاهم معه اا ما عندنا كورة جديدة ما عندنا هذي اللي قلنا لكم انها ما تموت على طول بس ما ودي استخدمها عندنا هذي وش فيش ايش هذي شكل غريب مهي بكورة اصلا وعندنا البقرية هذي اللي يطير لكن كالعادة بنختار اوه هذي جديدة اصبر اوه هذي دمجة كم مئتين واربعين هذي دمجة مئتين بس هذي اقوى ما تموت على الطول خلونا نستخدمها اا مادري نستخدمها عيال يلا خلونا نستخدمها ممكن نستفيد منها خلونا ناخذ الفخوخ المعتادة ما طلعت لنا فخوخ جديدة مادري بيطلع لنا شي جديد ولا بينزل تحديد ما ادري اصلاحها بنستخدم المروحة ونستخدم الطراطين اا جنبر واسد حلوين جاهزين حنا الحين خلونا نبدأ ونشوف الماب الغريب العجيب هذا اا وش الماب هذا خلونا اول شي نبدأ حق النفط مو النفط نبدأ حق الذهب هذا نحط كذا عشان الذهب هذا جماعة الخير كل مرة اقول لكم انه بيكون المحاصيل حقيتنا من الذهب يعني اي اا اذا حطينا جنب هذا واستخدامنا الذهب ثلاث الاف الحين باقينا ثلاث الاف هذي الاشيالي قاعدة بنية الحين تجمع لنا ذهب زيادة فخلونا نبدأ نحط الفخاخ عند القرية حقته او قريتنا قصدي مو قرية عند القلعة حقتنا في ناس يقولون نحطها قبل القلعة هنا ما تقدر المكان اللي زي كذا يشوفه حتى علامة البناء حمر ما يقدر ابنيه هنا فبنحط لنا برج هنا ونحط برج هنا ونحط تي ان تي او ما حطينا تي ان تي مشكلة والله مشكلة المرحل الوحيدة اللي ممكن نلعب بدون تي ان تي هذي ايال فدقيقة في ناس يقولون نحط الفخاخ عند الاختصارات عشان ما يروح منها لكن ما عليك ما عليك انا اتفهم معاه بنحط الاسد هنا عشان اول ما يصدم يدخل في الاسد حبين حنا ليش حطينا قبل القلعة عشان نحاول نخفف من سرعة قبل ما يوصل ويجلدنا بنحط لنا مروحة هذي مروحة ايه نحط لنا مروحة هنا اه ما بيحط لنا مروحة في الطريق لانه بيصدم ايه ايش دا الماب كذا والواضح لماب صعب ودورين مدري حسن الماب ذا مرة علي مدري ليش بس انه ما توقع انه مرة علي اه هنا ما نقدر نبني بنحط لألعاب نارية هنا بنحط له هنا ايش في ما ما تقدر ابني اوكي حطينا لألعاب نارية المروحة ما اقدر او بدأ يمشي اوكي حنا بنجهز فاناس يقولون اول ما تجهز امشي هو ممكن عشان نستغل الوقت بس ما ادري لا ويين باقي مطولين حنا خلونا نشوف وينا او انا جاهز مش اللي مطولين جهازنا اي اي قاعد يروح من اختصارات اي يا الطيب ايش فيه هذا الطريق اين ما شفناه والله حط لبرج هنا يا عمي او ما قدر احط برج حط لبرج هنا اول ما يطلع مرسبون اش دخل رسبون طيب ما اتوقع اني بنتظر واتفرش فيه وين يوصل خلونا او كورتي دماغ صح كاني على شكل دماغ وكان كورتي سريعة فكورتي قوية فهذا شي بيكون من صالحنا يخل ما بحس مرة علي ما ادري ليش احس الماب مرة علي لكن الرئيس ما مر علي اه في خرفان هنا اوكي اووو وش الخروف الاحول الشطف طيب الماب قلناه لكم مرة علي صدقني اني مرة علي لكن الشخصية نفسي او البوس الي نواجه ما امر خلونا نحاول نعدي ونروح من اختصار هذا هذا اختصار لا مو باختصار مساهمش اني صدمنا هذا وكسرناه الى الحين هما صدم القرية حقتنا او ايش قرية القرعة خلونا يشوفوا شو بيصدم اوكي بدي يقرب تشوفونا فوق على اليمين اوه كفوي الاسد الاسد تعالك فيه انا لازم انتبه للطريق حقي على بل ما امشي او في نطة هنا يا شباب اه ممكن ما يصدم القرعة حقتي كفوي الاسد شوفوا الاسد النشبه اه فام فك الاسد كم نقص؟ ايه نقص ربع تقريبا اه ايه كفو هدينا قبل ما يصفك فينا البرق نقص الربع من قريتنا من قلعتنا ايش فيني؟ اوكي والله نرجع والله نرجع لازم اكون على سرعة عشان على اقل نصف قصفقة محترمة خلونا نشوف يا رب يا رب النتا فيه ناس يقولون لا تنط خلونا نجرب بدما النط نزلنا اكثر نقصنا مننا اكثر فهذا شي كويس خلونا نشوف الهجم اللي بعدها كيف طيب الحمدلله الجولة الاولى كانت لنا فخلونا الحين نجلد شوي مو نجلد يعني نحط له خاخ في جميع الماكن هذه عشان ان يعني نتفاهم معه شوي اه هنا هنا في مكان صعب كان في لفة صعبة هنا خلونا نحط بقر هنا مع ان مادري ليش بحط بقر بس خلونا عشان نخليه هدي اه نحط مروحة خلونا نحط مروحة هنا اه ماينفع نحط مروحة هنا او هنا مثلا لا اه ماينفع نحط مروحة المكان خايص جدا مادري بحط مروحة كذا اوكي بحط مروحة كذا ممكن نستفيد منها بعدين اوكي قاعد يمشي هو خلونا نحاول نجلده بالبرق مرة واحدة نحط البرق هنا اه نمشي نمشي انا قوله اوه طير الجمبر كافوا عليك الجمبر اوكي بنمشي بنمشي حنا احسن عشان نستغل الوقت بسم الله اوكي اوكي كافوا الجماهير الجماهير قاعدين نشجعون حاط فيل هنا لكن مايفيدك الفيل الكورة حقتي قوية يعني مهما رمى من اسهم او من خرابيط ما راح اتأثر شوف حاطه هناك اسهم مدريش حاط حاط فيل اوش دا او لا هذا الفيل كريل لي نط اوه نط نط اوكي هذا الفيل لي ذاذر بالأرض اوه عنده حق الذهب هنا والله لوريك فيه والله لا كسره يا متخلفين فكوني كفوا كسرنا الذهب حق اتوقع يعطوني ذهب واجه اذا كسرت لا ما يعطوني شي نفس ما هو فانحب نكمل وانتكفوا البقر تعلق فيه بقر موهب صاحب وش هذا تينتي اوكي تينتي هنا فيل تحت ما يمديني نشيل الفيل كان ودي اشيلة بس ما يمديني روح يمين البقر متعلقين فيه كفوا يا بقر كفوا اوكي انا عيني يميني هناك وقعدة امشي في طريقي افو كسر مرة حقتنا هده 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 ليش مسرعين ليش مسرعين اه هذا لي نط اوه لا لا اوه شوف خلونا الرقب خلو اوه كفوا تعلق في التراطيع خرفان واخر شوية لو سمحتم واخر شوية اوكي اوه وين وصل الحين يقلع شاكلك تينتي اللي حاطة هنا طاح الغبي كريل الخروف ما يمديني نط مفوق اوه اوخر يا كريل اتوقع اني بصفق قبل ما يصفقني هو صح اوكي اوكي قربنا 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 يا رب يا رب يا رب اوه والله عطينا وحدة جامدة وهو الى الحين ما وصل حتى قاعد ينجلد عند البقر اللي هنا شوه خلونا نشوه كم ينقص مننا يا رب شي بسيط شي تافه والله والله نقص واجد المرة هذي نقص مننا شي واجد بس أهم شي اننا بنبطأ المرة الجاية نعبي الدنيا بقر هنا مع اني توقعت بيكون بوس جامد بس اني طلع بكلب يا عيال نحط للطرطيع بين كل بقر وبقر او كل مزرعة بقر نقول ونحط له المراوح ما استفدنا منها خلونا ذكروني اني ما استخدم المرة الجاية نحط للسور هنا سور كده سور نعبي له يعني السور دامنا في المرحلة الاخيرة تقريبا نحط لأسد هنا يمدينا أسد هنا يمدينا يمدينا أسد هنا خلاص عندنا فلوس واجد فعادي ما عندنا مشكلة هو غالب أنه راح يجهز قبلي بس ما عندي مشكلة أنا بقيلي شوي واجهزه خلاص أتوقع أنه اوكي اوه أنا اللي جهزت قبل اوه والله أنا جهزت قبل المرة هذه اوكي اوكي شكله غير الكورة اختار الكورة أقوى ولا شيء اوه لا لا نفس الكورة حكتا فالحين اوه تينتيات الحين عامل السرعة أو عامل الضرب اوه لا 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 ايش فيه ايش فيه اي من مزعلة من مزعلة ذا والله اختصار يا عمي اختصارات اختصارات هنا اوكي فكنا من دولي تكفى نط دائما اطيح عند الكريه هذا اوكي اوكي تركيز تركيز هو في الجسر هذا اللي قدامي فبنروح العين بالجسر وهو في الاخير بيعلق ليش لاني عبيت الدنيا بقر هناك فهذا هذا من صالحي خلنا خلنا نراقب امر واحد نشوف عندنا الفيل هذا ما نقدر شيله اوكي شلنا الفيل شوف الخروف السبك راه يركض هناك اقلع شكله مسرع اعصابك يا الحبيب هدي هدي المشكلة لطريق المنعطفات هذا ما حطيت فيه اي فخوخ واي شي واخر انت استاهل اوه راح من فوق من الاختصار اوكي البقر تعلقوا فيه كفو يا بقر كفو الحين دوري انا بروح من الاختصار بس انا حاط خروف هنا اوكي شطفنا الخروف حاط من الاختصار رايح من الاختصار حاط خروف ذاين والله الخروف هذا كل مرة يا عيال اتذكر ان كل حلقة قولوا اذكروني استخدم الحلقة الجاية ولا استخدم ولا شي طيب بنو يا خروف يا متخلف واخر خلاص وصلنا اوهو طاح كفو كفو اتوق عني لي لي بيستبذن الله انها لي يلا 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 ضربة جامدة ضربة جامدة ليش شوف باقي شي بسيط زي الحلقة اللي راحت كم باقي شي تافه وين هو الحين حرام والله حرام باقي ولا شي شعره دي ولا ليش كم الهلت حقه وين الهلت حقه واجد بس انه قاعد يتصفق من البقر مو البقر لالعب النارية وعطينا برق حبة برق خلنا نشوف البقر اللي هنا بيستلمونا بقر يا شباب شباب مو شباب بقر قصلي جنبر جنبر بقر يقول عشك لشطفهم كلهم لا لا تكفى 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 والله غش لو كسر اه انا وياه نفس الهلت تقريبا انا اكثر منه بشوي لو تلاحظون انا اكثر منه بحاجة بسيطة فالحين الهجمة الجاية هي اللي راح تحسم الفائز بيننا مين اوكي انا كورتش جاهزة بس ما بيمشي الحين شوي خلوني قفل عليها حاول اني Mack命 زي ما أقولك قد ما نقدر خلصت فلوسنا لا ما خلصت تراطيع تراطيع عبي الدنيا تراطيع هو مشى أوكي لازم لازم نمشي �ازم نمشي يا رب انحنا نوصل قبله لازم اننا نوصل prest بسم الله بسم الله يا رب يا رب تركيز 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 ما عبي الدنيا تي ان تي الله يأخذه وحاط لي برج هنا وفي تيعووب و estas فجم نحاول ناخذ الاختصار هذا ونحاول اننا ما نصفق هذول اللي كل مرة نصفقهم نط أوكي حلو 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 عدينا بسلام هو قدامي تقريبا في نفس المكان هذا أوكي للعاب الناريق قاعدة صفقة فبالنط من فوق التينتي اللي هنا بس اني بطيح يا الله مو وقت الطيحات اقلع الشكلك والتينتيات بموت يا عيال يا عيال بموت والله ما يصير يا رب اني تصفك وال 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 واله اني قاعدين جلد يا عيال بديت اتمادة في الموضوع اوه في خرفان هناك لا تكفى لا لا بطيحني لا يقلع الشكلة لا ما طيحني بعد رجعني ورا الزبت انوصل وشكلي انا اللي بنه هزم يا شباب وجاينا الخرفان يركضون مرة ثانية وشطفنا الخرفان ما ادري كيف تينتيات قريبين مرة طح 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 فرصتنا فرصتنا واخير ايتي الخروف ما وقتك ما وقتك اوه والله قربنا الليل وقسم الله ما توقعت اني انا اللي ببوس الحمدلله تعال 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 نارسيسا مدري اني رساس مدري شي مكتر والله شوف كورتي كيف متفقعة شوف كورتي متكسر كيف يا حفريات والله ما ادري ايش السالفة لكن في كل مره نفوز كذا بعلحاف نفوز في الاخير دائم فالحمد الله يعتبر فوز مستحق صح اني فست في الاخير فتحت المنطقة هذه وعندنا المنطقة الجاي عيال في الحلقة الجاي راح نواجه هذا الشيء اللي مدري وش هناك فبس هذا اللي كان عندي اليوم اتمنى الفيديو عجبكم ولا تنسوا الله اكتسركم في القناة السلام عليكم اشتركوا في القناة